اهلا محاضراتكم خسر اغنى الاغنياء في العالم 10% من ثرواتهم العام الماضي بعدما تضررت محافظهم الاستثمارية من رفع معدلات الفائدة على خلفية الحرب في اوكرانيا وتسارع التضخم وفق دراسة لمركز نايت فرانك الاستشاري وفق الدراسة تراجع اجمال ثروات اغنى الاغنياء اي من تبلغ ثرواتهم 30 مليون دولار على الاقل بما في ذلك قيمة مقر اقامتهم الرئيسي وذلك بنحو 100 مليار و 10 ألاف دولار اي 10.1 تريليونات دولار واكد خبراء في مركز نايت فرانك الاستشاري ان الازمة الاوكرانية فقمت ازمة الطاقة الاوروبية وزادت تضخما كان اصلا متسارع ونتيجة لذلك شهد العام 2022 واحدا من اكبر الارتفاعات في التاريخ على صعيد معدلات الفائدة واشار المركز الى ان رفع عدد كبير من المصارف المركزية معدلات الفائدة لاحتواء التضخم اثر سلبا على المحافظ الاستثمارية لاصحاب الثروات لكن رغم ذلك يقول المركز البحثي انه زادت ثروات 40% من اغنى الاغنياء في العام الماضي ووفق مركز نايت فرانك يتوقع 69% من اغنى المستثمرين نمو محافظهم هذا العام لكن المركز حذر من انه في حال بقي الاقتصاد العالمي عرضة لمخاطر كبيرة خلال العام 2023 ستتغير الاجواء في الاسواق سريعا مع وجود فرص حقيقية في اسواق العقارات اشار الى ان الملياردير ايلون ماسك كان قد خسر 200 مليار دولار من ثرواته حيث تراجعت الى 137 مليار دولار وذلك قبل نحو شهر واصبحت ثروة ماسك رئيس التنفيذي شركة تيسلا للسيارات الكهربائية وسبيس اكس لتكنولوجيا الفضاء وايضا منصة التواصل الاجتماعي تويتر حاليا هي 137 مليار دولار بعد ان كانت في ذروتها 340 مليار دولار وتصدر بها قائمة اثرياء العالم قبل اكثر من عام لكن اصبح ماسك الآن ثاني اغنى شخص في العالم وراء بيرنر ارنو رئيس مجلس ادارة مجموعة الازياء ومستحضرات الموضة ال VHM ويتمثل جزء اساسي من ثروة ماسك في حصتي في شركة تيسلا التي فقدت نحو نصف قيمتها السوقية خلال العام الماضي بعد بيع ماسك التيمية من اسهمها لتمويل صفقة استحوادي على تويتر مقابل 44 مليار دولار ايضا تأثر سهم تيسلا سلبا بالنتائج ربعة السنوية المخيبة للامال وذلك بسبب استمرار اضطراب الانتاج في مصانعها بمدينة شنجهاي الصينية نتيجة اجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة